موسيقى 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 للاسبوع سابع وثلاثين خرجت مظاهرات في العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة ومحاربة الفساد وسط انتشار أمني في شوارع العاصمة ومداخلها وتأتي مظاهرات اليوم الجمعة بعد إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الثاني عشر من ديسمبر المقبل إلى أن المحتجين جددوا رفضهم إجراء انتخابات في ظل النظام القائم دولة جزائرية موشي فرنسية جنا الحوص على دولة جزائرية الله أكبر هذا نوفمبر دولة جزائرية موشي فرنسية جنا الحوص على الاستقلال الاستقلال يسرقوها النفس للوستين يطرعوا بهم من السماء ولمن الله الحرية 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 بالفعلpar أولاً لليوم مسيرة المليونية التي فعلتها الشعب الجزائري من كل الولايات بالتزيوزو بلبجايا من البورج من الباتلة من عنابة اليوم الرسالة المبعوثة للقايد صالح وبالصالح يقولون له القايد صالح بركات بالاستبزازات والوجه والرسالة للقايد صالح يقولون له رغبة غلق العاصبة المدافذ العاصبة ولكن الشعب الجزائري وصل اليوم إلى الجزائر العاصبة جينا هنا للمارس باش نحو عصابات الفوت ما كانش بإذن الله ويروحوا اليوم شاء الله بالغاية اللي يخرجوا اليوم يروحوا باش يروحوا قائل عصابات نحو العصابة هذي مكاش الانتخابة ما العصابات مكاش الانتخابات باركات من الاعتقالات مكاش الانتخابات ان شاء الله رغع لي تفليد ورغم يكذبوا لنا ومناش صغار نضعف اسبعدنا ماناش صغار مكاش الانتخابات ان شاء الله لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الستوديو الحواس تقيا بحث بمركز الجزيرة للدراسات والمشرفة على دراسات العالم العربي ويضم إلينا أيضا عبر الهتف محمد بغالي رئيس تحرير صحيفة الخبر الجزائرية أرحب بضيفي وأبدأ بك سيدة حواس الأسبوع السابع وثلاثين استمرار المظاهرات ولكن هذه الجمعة لها خصوصية مختلفة حيث أن الرئيس المؤقتة كان قد أعلن بالدعوة إلى الانتخابات في الثاني عشر من ديسمبر المقبل كيف يمكن قراءة المشهد الجزائري بالكمل في هذه اللحظة اليوم ما حدثه بحسب التغطيات عدد من الجهات المحايدة مثل جريت لوموندو وغيرها يعيد ما حدث في بداية الحراك في 22 فبراير بمعنى أن التعبئة والحشد عادوا إلى ما كانوا عليه في السابق فهذا يدل على أن الجزائريين متمسكون بمطالبهم ويسرون على أن تحققوا أن كل ما قامت به السلطة لم يقنحهم بأن هناك تغييرا حقيقي ولازالوا يعتقدون بأن النظام الرئيس بوتفليقة وما يسميه الجزائريون العصابة لا تزال في السلطة وأن الانتخابات ستجري تحت إشرافهم وأن الذين في نظرهم زوروا الانتخابات في الماضي لا يزالون يحكمون وسيزورون الانتخابات القادمة وذكروا الأسماء وذكروا الأسماء مثلا رئيس الدولة الحالي الذي هو جزء من نظام بوتفليقة بن صالح وكذلك قاعد دركان الذي قاعد صالح الذي كذلك هو جزء من نظام بوتفليقة وكان في الحكم من 2004 وبعد ذلك هو جاء مع بوتفليقة فالقصد هو أن هناك إسرار المدولات بالنسبة لما جرى اليوم هو بالإضافة إلى أن الحراك عاد إلى قوته السابقة هو أن تم اليوم استثنائي لأنه أول نوفمبر وهو تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية وفي الخطابات التي كان يدلي بها سواء قاعد الأركان قاعد صالح أو سواء رئيس الدولة بن صالح كان هناك اتهام للمتظاهرين بأنهم يشتغلون لأجندات خارجية بمعنى أن السلطات الجزائرية تطعن في ولائهم للبلد فاليوم هؤلاء أظهروا بأنهم هم الذين أو هكذا أرادوا أن يصوروا أنفسهم بأنهم الذين يمثلون الجزائر الحقيقية لأنهم الذين ما يقومون به واستمرار لأول نوفمبر وليس كما تقول السلطات بأنهم يشتغلون لأنجدات مناهضة للجزائر ومخالفة للوطنية الجزائرية هم يؤكدون على أن ما يقومون به ما هو إلا استمرار لما كان يريده الشهداء ويريده المجاهدون وبأن الحراك الحالي هو تتم وتكمل للمبادئ أو الوعود التي كان أول نوفمبر كان يحملها معه وكان لأجله اندلعت الصورة ولأجله حارب وكافح الجزائريون الأمر الآخر هو أن ما جره وكذلك تم في سياق على الأقل تصريحين خلال اللقاء الذي تم بين رئيس الدولة بن صالح وبوتين بثت قناة روسيا اليوم بثت الجلسة وبن صالح لما تحدث مع بوتين قال له بأنني أطمينك على ما يجري في الجزائر وبأن الذين يتظاهرونهم أعداد قليلة في الشوارع فالحراك اليوم بيّن بأنهم ليسوا قلة كما تقول السلطات وإنما هم الذين هم الغالبية الجزائريين وليس كما تريد أن تصور السلطات وتنشره في الخارج إضافة لذلك كذلك كلمة قيد صالح قيد الأركان الأخيرة التي كذلك حاول أن يقلل فيها من قلل عدد الذين يشاركون وقال بأن الانتخابات الذي هو يصر على أن تجرى في موعدها بأنها هي ما يريده غالبية الجزائريون لأن في كلمته قال وغالبية الجزائريين تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها فالحراك اليوم بالجموع الهائلة التي خرجت وقلنا بأنها شبيهة بالجموع التي خرجت في بداية الحراك بمعنى أن الحراك عاد إلى قوته الأولى هذه كأنها رد تقول بأن ما يريده الجزائريون ليس هو إجراء الانتخابات في موعدها كما يقول رئيس الدولة بن صالح وكما يقول قائل أركان بن صالح وإنما ما يريده الجزائريون هو أن تجرى انتخابات ولكن في ظل نظام يثق فيه الجزائريون ولا يكون هذا النظام جزءا من النظام السابق الذي هو نفسه يعلم بأنه كانت الانتخابات تجرى في وقته كيف سيحقق الجزائريون ذلك دعنا نذهب إلى سيد محمد مغالي سيد محمد المتظاهرون خرجوا اليوم في الشوارع وكما كان يقول ضيفنا عادوا إلى قواتهم مرة أخرى رفضا لأن تكون الانتخابات الثانية عشر من ديسمبر ما هي الخطوات التالية التي يملكها المتظاهرون لأجل تحقيق ما يريدونه والله أول المراحض كما قال الأستاذ تقي الحواس أنه جمعة اليوم كانت متميزة بكل المقاييش حيث أنها لأول مرة لم تبدأ يوم الجمعة بينما التظاهرات بدأت ليلة الجمعة أي يوم أمس الخميس حين خرج الجزائريون بالآلاف في الجزائر العاصمة وغيرها من الولايات من أجل القول بأن الاحتفالات بأعياد الثورة لن تقتصر هذه السنة على الجهات الرسمية وإنما ستكون احتفالات شعبية الشيء الثاني طبعا أؤكد لكم ما قاله الأستاذ تقي الحواس حيث أنه الأعداد أعداد المتظاهرين اليوم في غالبية الوزايات وتحديدا في الجزائر العاصمة ذكرتنا بجمعات فبري وخاصة جمعات 8 مارس التي بلغت فيها أعداد المتظاهرين الملايين الخطوات القادمة أعتقد بأن الشعب الجزائري سيستمر في الضغط على السلطة من أجل تأجيل تاريخ الانتخابات الشعب الجزائري مرة أخرى في كل شعاراته يقول بأنه ليس ضد تنظيم الانتخابات كما بدأ ولكنه ضد تنظيم الانتخابات كما يقول مع العصابات أي مع بقايا نظام بودفليقة أعتقد بأن الاحتجاجات ستستمر ربما هناك حديث مثلا عن ربما مسيرات ليوم غد حديث عن إضرابات في الأيام القادمة الأكيد أن الشعب الرافض للانتخابات سيطور أشكال أخرى سلمية من الاحتجاجات من أجل الضغط على السلطة حتى تؤجل تاريخ تاريخ الانتخابات وتنظيمها في وقت لاحق بطريقة أخرى وبتقنيات أخرى وبرجالات أخرى وضحت الفكرة سيدنا محمد بغلي رئيس تحرير صحيفة الخبر الجزائرية شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف أعود لك مرة أخرى سيدة حواس هل تستطيع سلطة جاهل هؤلاء المتظاهرين في الشوارع حتى وإن استمروا حتى الثاني عشر من ديسمبر وأن تستمر وتلتزم بموعدها المحدد في إجراء الانتخابات لا أعتقد أنها تستطيع تجاهل لأن لا يمكن أن تجرى الانتخابات إذا كان غالبية الشعب الجزائري يرفضها كيف ستجرى الانتخابات خلينا نسأل بعض الأسئلة كيف سينشط المترشحون حملاتهم الانتخابية إذا كانوا لا يستطيعون الخروج إلى الشارع والتحدث مع الناس كيف ستجرى الانتخابات يوم الاقتراع إذا مثلا خرج فيه الجزائريون بأعداد هائلة شبيهة بالعداد اليوم التي كما تفضل الأستاذ محمد بغالي قال بأنها تعد بالملايين لأنها تذكر بالمسيرات التي جرت في مارس من بداية هذا العام كيف ستجرى الانتخابات إذا كان الملايين من الجزائريين في الشارع كيف ستجرى الانتخابات إذا كان الجسم القضائي بنسبة 98% مضرب هما الآن في إضراب ما الذي سيشرف على الانتخابات قطاع بكامله مضرب لهو القطاع القضائي الآن في إضراب ويرفض أنه العودة للعمل إذن على ماذا تراهن السلطة في الجزائر في ظل رفض الشارع والقضاء وكل هذه الجهات لهذا القرار المتعلق بالانتخابات على ماذا تراهن السلطات تراهن على أن ما قامت به كافي بمعنى أن الإجراءات التي قامت بها تعتقد بأنها كافية لإقناع الجزائريين بأنها جادة في تغيير الأوضاع وضع عدد من الذين لا يشكك الجزائريون بأنهم جزء من الفساد وجزء من النظام لكن كذلك هؤلاء الذين موجودين في السلطة كانوا معهم مجموعة من سياسيين ومجموعة من رجال أعمال كذلك هذه اللجنة التي أعطيت اسم لجنة للسلطة الوطنية المستقلة ويعتقدون بأنها كافية لإقناع الجزائريين بأن الذي سيشرف على انتخابات هو محايد ونازيه يتعتقد ذلك بعض التغييرات التي جرت في قانون الانتخاب في القانون الانتخابات هم يعتقدون بأنها كافية ويعتقدون بأن كذلك الأوساط الدولية لذلك كان هذا اللقاء بين رئيس الدولة بن صالح وبوتين أنهم قد يقنعون القوى الدولية بأن إجراء الانتخابات حتى في ظل هذه الشروط يمكن أن تؤدي إلى رئيس سيكون مقبول خارجيا فهم يعتقدون بأنه إذا حصلوا على الموافقة والرضى الخارجي من القوى الكبرى فرنسا وروسيا بأن في النهاية سيتحول إلى أمر واقع وبأن الجزائريين حتى وإن ظلوا ليسوا راضين بالكامل مع الوقت سيتعودون على هذا الوضع الجديد ولا يستطيعون أن يغيروا فهذه مراهناتهم لكن الوضع الهام داخليا تقريبا حوالي ثلاث قطاعات أو أربع قطاعات متوقفة الآن قطاع القضاء متوقف المحامون مضربون وهناك نقابات أخرى متوقفة هذا بالنسبة لأدسام المهنية التابعة للدولة أو التي تشتغل مع الدولة بالإضافة للرأي العام بالإضافة إلى هذه المسيرات والخوف أنه ليس بعيدا أن نقول بأنه كلما أرادت السلطة الذهاب إلى الانتخابات وكان الجزائريون يعترضون عليها المتوقع أن الجزائريون أو المحتمل الجزائريون لن يقبل ويزيدون من الضغط بمعنى أن هناك ضرابات ستكون أكبر أعداد ستكون حتى يبدو للمسيرات سيتم تقاربها من قبل كانت المسيرات تتم بالجمعة الكبيرة مسيرة الطلبة بالثلاثة مسيرة المحامين بالخميس لكن هي عملية التفاوض على الأرض من قبل المتظهرين ستحدث بطريقتهم سيدة حواستقي البحثة بمركز الجزيرة لأدراسات شكرا جزيلا لك بعد الفاصل جولة مع صحافة الأجنبية وقراءة في أبرز القضايا على صحتين العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر